بالنسبة لي لحم الأضحية لا يجوز أن يباع ولا جلد الأضحية ولا أجزاء الأضحية لا يجوز أن تباع لأن هذه لله عز وجل ولا يجوز أن يعطى الجزار ثمن الجزارة والذبح وهذا لا يجوز أن يعطى من الأضحية يقال والله تعال خذ هذا اللحم هذا في مقابل أجرة الذبح والصلخ واللي حصل هذا لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وإنما يجوز أن يهدى له هدية أو يتصدق عليه بصدقة من اللحم لكن يجعل في مقابل أجرته لا ما يجوز هنا ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولذلك جلد الأضحية كل هذا لله فلو طلب الجزار بعدما أعطيت الأجرة قال طيب هذا الجلد وين تودونه فإذا قال الشخص نرميه قال لا أنا بأخذه يجوز يجوز أن يعطى بدل ما يرمى على المزبلة أو يرمى في القمامة لا يعطى للجزار بشرط لا تنوي بأنه أجرة وإنما تعطيه هكذا تعطيه هكذا ترجمة نانسي قنقر